كيف أنه فرق بين رسومات الأولاد ورسومات البنات في نفس الرسمة لما تجينا ورقة عارف أن اللي رسم الرسمة هذه طفل أو طفلة طيب إش الفائدة؟ الفائدة حتى نعرف إذا كان اللي رسم الرسمة هذه ولد ولكن الرسومات تدل على يعني كأنه بنت فمعناته ننتبه هذا الطفل عائش مع بنات أو كل اللي حوالينه بنات فننتبه لهذا الطفل والعكس مثال دائما الأطفال الذكور يهتمون بالأشياء اللي فيها شدة يرسمون سيارات يرسمون سيوف لا يهتمون بأدقة تفاصيل تلاقي حتى في الرسمة ممكن يخرجون عن حدود الصفحة لا يهتمون بالألوان يعني يرسمون دائما في الرسمة الأشياء الغير مألوفة غير موجودة يرسم شناب يرسم رجل يرسم كذا بعكس رسومات البنات البنات يرسمون ورود فراشات يرسمون قلوب يرسمون أدقة تفاصيل في البيت في اللبس في كذا فلو رسمت البنت رسمت مثلا واحدة ست تجدها ترسم مثلا رسمت بنت اخرى تجدها تجعل لها حاجة في الرأس تجد لها الثوب الثوب لول الشي الفلاني في ينكف المكان هذا دق التفاصيل يخرجونها في الرسمة لو رسمت بيت ترسم البيت بالشباك الشباك فيه ستارة الستارة فيها يعني ورد من الاشياء الدقيقة هذا في معناته صاحبة الرسمة او من رسمت هذه الرسمة انثى يهتمون دائما باللون البنكي جماعة الخير الفرق ما بين اللون البنكي واللون الازرق لدى الاطفال اللون الازرق بيثير الهرمونات الذكرية لدى الطفل واللون البنكي بيثير الهرمونات الانثوية لدى الطفلة فدائما هدايانا للاطفال تكون بهذه اللونين سواء كان لون ازرق اذا كان ذكر ولون بنكي اذا كانت المولودة انثى